مساء الخير أصدقائي هناك خبر عاجل وصادم من ألمانيا وهو خبر بنفس الوقت سار وجميل لكارهي الأجانب ولمن يحرضون ضد اللاجئين والمهاجرين بصورة عامة وخبر مبشر للأحزاب اليمينية اللي ما تريد أن يبقى مهاجرين ولاجئين بألمانيا أنا حريص على أن أقول لكم كل ما يجري بألمانيا بحيادية قدر الإمكان لأن لا يوجد إنسان حيادي مئة بالمئة وحريص على أن أبين لكم الصورة كما هي بدون تجميل للواقع بدون رسم صورة مزيفة ومختلفة للحقيقة وبدون لف ودوران هذا شيء أفتخر بي بالقناة وأفتخر بوجود متابعين يقدرون الأمر اللي أفعله ويتابعوني باستمرار شكرا لكم جميعا تخيلوا الآن انتشر مقطع فيديو خطير بوسائل التواصل الاجتماعي الألمانية خصوصا بتطبيق التيك توك سريع الانتشار كل شيء سيء ينتشر بسرعة بهذا البلد وكل شيء جيد لا يذكره أحد بتطبيق التيك توك انتشر مقطع الفيديو اللي يبين فتى عمره 14 سنة شعر أسود عربي يضرب فتى ألماني شعر أشقر بنفس العمر ويطرحه أرضا ويجعل دماءه تسيل وتصبح كبركة صغيرة من الدماء تحت الفتى الألماني الحادثة وين حصلت؟ حصلت بولاية زكسن اللي هي معقل الحزب اليميني حزب الاف دي المعادي للاجئين الحزب اللي الآن هو فرح بما يحصل لأن كل شيء سيء يعمل أجنبي تعمل جهة أجنبية يتم استغلاله لتحقيق شعبية أكثر ولركوب موجة معادات الأجانب بزكسن بمدينة اسمها فلوها الفتى صاحب الشعر الأسود تبين أنه عراقي جنسية هو لاجئ بألمانيا ولاجئ يعني ويا أهله شرطة الألمانية وصلت إلى بسرعة البرق بسبب مقطع الفيديو تقول الشرطة أن الفتى العراقي عليه إدانة سابقة وهو مارس العنف ضد آخرين وسبب لهم أذى جسدي طيب ليش هو حر طليق؟ ليش ما تم عقابة على الجرم السابق أو على الأجرام اللي عملها بالوقت السابق حتى لو كان فتاة بعمر 14 سنة له يعني الصغار اللي يتساهلوا يهم القانون ليش ما حكم عليهم القانون مثلا بأعمال شاقة أعمال اجتماعية تنظيف المدرسة أو يعني قص العشب حتى يتأدب لا نعرف لماذا ترك الشاب يفعل هذه الأمور دون حسيب ودون رقيب ودون عقاب المهم الفتى العراقي كان برفقة شخصين آخرين فتيان أحدهم كان المصور يعني الهجوم بثلاثة أشخاص هجموا على شخص واحد كل المصادر الألمانية ما ذكرت جنسية الأشخاص اللي رافقوا الفتى صاحب الـ 14 عام العراقي بهذه الحالة تكهنوا وبسيط أنهم ألمان هم كانوا مع العراقي ثلاثتهم اتبعوا الفتى الأشقر إلى محطة القطار وعلى ما يبدو من المفترض أنهم قاموا بتحريض العراقي على أن يضرب الفتى الأشقر قرب سكة القطار وطرح أرضا وقاموا بتصوير ونشر التصوير على الانترنيت بعدها انتشر الفيديو كالنار بالهشيم وباقي الأمر تكفل بيه الناس تكفلت بيه تعليقات السلبية تعليقات التحريضية تجاه الأجانب والمهاجرين واللاجئين بصورة خاصة طبعا كانت محطة القطار شبه فارغة فجأة أتى شخص بالغ رأى الفتية الثلاثة يضربون الفتى الأشقر الألماني بمجرد اقتراب الشخص البالغ يعني الإنسان الكبير بالعمر اللي فات لمحطة القطار الثلاثة مهاجمين يعني اللي من ظنهم العراقي لاذوا بالفرار وتركوا مكان الحادثة السبب اعتقال العراقي هو نشر الفيديو من قبل الشريك بالهجوم وتقول الشرطة أن الفتيان الاثنين المرافقين للعراقي حتى الآن بعد التحقيقات الأولية هم مجهولين ما توصلنا لهم طبعا أحد الأمور اللي لفتت انتباهي هو قيام الناس بالآلاف بالاتصال بالشرطة بإرسال مقطع الفيديو للشرطة كأن الأمر هو عمل وطني كأنه كون المهاجم هو أجنبي أنه يجب أن يتم التبليغ يعني عمل ردة فعل بشكل سريع جدا بعد مشاهدتهم لمقطع الفيديو تم إرسال رسائل على الإنترنت بالجملة لمركز الشرطة أو لشرطة ولاية زاكسن بحيث الشرطة الفيدرالية بولاية زاكسن عملت تغريدة على موقع X اللي سابقا كان اسمه تويتر اللي اشتراه حاليا إيلون ماسك والتغريدة ذكرت يعني الشرطة كأتبوا بالتغريدة داس فيديو اس انس سايد جستن آبند بيكانت اس ودا gesichert وان انزغ زوستندغن كوليغنن ون كوليغن تزور فيترة بياربايتونج شكت يعني الفيديو معروف إلن من يوم أمس وإحنا نحقق به وأرسلناه إلى زملائنا من أجل العمل على القضية يقال أيضا أن أحد المهاجمين دخل سيجارة دخل ججارة وأطفأها بجسد الفتى الألماني الأشقر عدة مرات لأجل تعذيبه الملفت للنظر هو مدى سوء وضع الشباب المراهقين الفتيان سواء كانوا البنات أو الأولاد ميولهم الرهيبة الآن للعنف خصوصا يعني فئة أبناء المهاجرين دائما تجدهم متصدرين أحداث العنف دائما التركيز عليهم وهذا هو للأسف حال المهاجرين بكل دول العالم دائما يحصل تركيز على المهاجر لأنه غريب ولأنه يعني ضيف والمفروض الغريب يكون أديب العتب هو على أهاليهم اللي مربوهم بشكل صحيح والعتب أيضا على قوانين البلاد الديمقراطية اللي يتم استغلالها واستغلال تساهلها وتسامحها مع الناس بارتكاب جرائم وجناح وممارسة العنف تخيلوا لو كان حكم الإعدام موجود بألمانيا أو لو كانت السجون تحبس لفترات طويلة مثل ما يحصل ببلداننا العربية هل برأيكم كنا حنشوف الجرائم بنفس شكلها وكمها الهائل بالوقت الحالي؟ طبعا اللي تابعني باستمرار يوم أمس أيضا حصلت يعني مشكلة أو جريمة كان ضحيتها فتاة عمرها 14 سنة اسمها أنماري في منطقة باد أمستال في ولاية هسن قلنا لكم أن الفتاة تم العثور على جثته قرب كوخ لقطع الأخ شاب يعمل به حطاب والمتهم أو المشتبه به كان شاب عمره 20 عام ألماني جنسية اليوم توفرت معلومات جديدة بخصوص الحادثة اللي حصلت يوم أمس تفيد بأن الشاب اللي هو يعني اللي ارتكب الجريمة أو اللي هو مشتبه به الآن بارتكابه لجريمة قتل الفتاة ماري صوفي كان عنده علاقة بيه هو عمره 20 عام هي عمرها 14 عام كان عنده علاقة بيه ودائما يخرج معها خارج المنزل لأجل التنزه وهي بعد مرور شهرين على علاقتهم يعني قررت أنه ما تستمرويا كونها هي صغيرة وهو أكبر منها بالعمر فلما أخبرته بأنها تريد تنفصل عنه هو ما تحمل الأمر يعني وهو كان أصلا مدمن على المخدرات كان يعني يعطيها مشروبات ومخدرات وإلى ذلك من هذه الأمور اللي يفعلها كثير من الشباب بهذا الوقت وقام بقتلها وأثناء التحقيقات قال للشرطة إذا هي ما تكون إلي ما راح تكون لأي طرف آخر غيري أو لأي شخص آخر غيري وهو فرح باللي عمله يعني تخيلوا هذه الحادثة اللي حصلت في مدينة باد أمستال بهسن عملت صدمة كبيرة ورجة كبيرة والآن التركيز على يعني الجرائم اللي يرتكبها أو يعني اللي يكون يا أما ضحيتها أو مرتكبيها هم أشخاص تحت السن القانوني بعمر 14 عام هنا أنتهى الفيديو نشوفكم في فيديو آخر قريبا شكرا لكم